بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم وعزائي طالب الصفة الثالث متواصل تميزين مادة الاحياء. احنا الان في جهاز التنفسي. اخذنا مقدمة. واخذنا مقدمة. اخذنا ووصلنا للهارت. القلب. القلب. هذا الدرس رح ناخذ القلب. القلب. يعني القلب عضو مخروطي. عضو عضلي مخروطي الشكل. مخروطي. كونيكل. found in the chest cavity between the lungs. slightly to the left. يعني وجد في الصدر. في تجويف الصدر. between the lungs بين الرئتين. slightly to the left. تقريبا نحو اليسر. او قليلا نحو اليسر. قليلا نحو اليسر. هذا الشكل. يوضح الموقع مارت. اللي هو تقريبا بسط الصدر. بين الرئتين. lungs. و slightly the left. و قليلا نحو اليسر. طبعا يسار الجسم. مو يسار صورة المقابل. يسار الجسم. you can feel heartbeats in the left region between the fifth and sixth reps. يعني بإمكانك تشعر بالنبضات. نبضات القلب. نبضات القلب. heartbeats in the left region في المنطقة اليسرى. بين الضرع الساد الخامس والستس. بين الضرع الخامس والستس. تلاحظ القلب هنا. وهي الإضلاء. وهي الإضلاء. طبعا قليلا نحو اليسار. بسط الصدر chest cavity سجوه الصدر. و قليلا نحو اليسار بين الرئتين. وهذا الضرع الخامس السادس. هنا بين الضرع الخامس سادس راح يتحسس نبضات القلب heartbeats heartbeats from outside من الخارج يعني خارج عضلة القلب heart is surrounded by double membrane called the pericardium من الخارج القلب يحاط يحاط بغشاء مزدوج يدعى pericardium يدعى pericardium غشاء مزدوج there is a fluid between the two membranes يوجد سائل بين الغشاء يوجد سائل بين الغشاء إن هذا جدا ما هذا الفلود سائل بين الغشاء this fluid decreases شين وظيفة هذا السائل this fluid decreases the friction يقلل الاحتكاك يقلل الاحتكاك the grace is the friction هذا الوظيفة الأولى and provides ويوفر the working of heart easily ويوفر عمل سهل للقلب ووفر العمل السهل للقلب إذن جدا جدا نهم راح نجي بالملخصات وظيفة هذا السائل اللي بين مشاعي البيريكارديا يقلل من الاحتكاك friction ويسهل عمل القلب أنت anatomically anatomically تشريحيا anatomically تشريحيا أو تشريح القلب anatomical the heart تشريح القلب consists of two sides تشريحيا تشريحيا القلب يتكون of two sides من جانبين من جانبين جانبين هذا جانب و هذا جانب رأي و لفت يمين و يسهل these sides are separated by muscular wall هذا جانبين راح ينفصلا ينفصلا بحاجز ينفصلا بجدار عضلي العفو by a muscular wall جدار عضلي اللي هو سبتم سبتم حاجز سبتم حاجز and each side is divided in two two chambers و كل جهة كل جانب هذا جانب الأيمن طبعا و هذا جانب الأيمن هذا جانب الأيمن و هذا جانب الأيمن كل جانب راح شنو ينقسم إلى غرفتين two chambers chambers هذي غرفة هذي غرفة هذي غرفة أو رادهتين رادهتين أو غرفتين two chambers atrium and ventricle أذين و بطين أذين و بطين هذا الأذين وهذا البطين و على الجانب الثاني أذين و بطين لذلك القلب يتألف of four chambers يعني من أربع راتهات من أربع راتهات two arteria و ذينين and two ventricles و بطينين أو و ذينان و بطينان و ذينان و بطينان يتكون من أربع راتهات المجموعة طبعا كل جانب رادهتين المجموعة الكلية أربع راتهات هاي الراتهات بها مواصفات طبعا قسمناها لأترية أذينين and ventricles two arteria and two ventricles يعني بطينين الأذين are small chambers found at the top of the heart يعني الأذينين مرتهات صغيرة small chambers found two jets at the top of the heart أعلى القلب and they have thin walls where تمتلك جدران رقيقة أذين وهذا أذين هذا أذين وهذا أذين أعلى القلب top of the heart and they have و يمتلكين جدران رقيقة thin walls جدران رقيقة ventricles البطينين are bigger chambers أكبر من الهذينين found at the lower part و يوجد أسفل القلب أسفل القلب of the heart and they have thick walls و يمتلك جدران سميكة شو من بين جدران سميكة هاي جدران زميكة وهاي جدران رقيقة أحنا جدران رقيقة ليش ليندفع الأذينين فقط للبطينين أما دفع البطينين فلي أجزاء الجسم كاف يعني دفع يصير لازم قوي الدفع أكثر فيحتاج thick walls يعني جدران سميكة هذا الجزء يدفع للرئتين وهذا الجزء راح يدفع الباقي أنحار الجسم فيحتاج لجدران سميكة للقوة بالcontraction and relaxation بالتقلص والإنبسط أتريا and ventricles الأذينين والبطينين are separated يفسلا أو ينفسلا from each and both other by balls walls بواستة سمامات بواستة سمامات هاي سمامات أول سمام تريكوس بتبال السمام ثلاثي الشروفات الثلاثي أو ثلاثي الشروفات is found in the right side of the heart right side هذا الright side بالنسبة للقلب هذا الright side هذا المكان تريكوس بتسرح نموحب رسم شوية الله إتس بريتس ويفصل right atrium and right ventricle ويفصل الأذين الأيمن عن البطين الأيمن it has three cospes ويمتلك ثلاث شروفات cospes ثلاث شروفات so that it is known as tricuspid 12 لذلك لش تسمي the tricuspid 12 لأنه يمتلك it has three cospes ثلاث شروفات it control وظيف تشيني it controls the flow of blood from atrium to ventricle هو يسيطر على تدفق الدم flow تدفق of blood from atrium to ventricle إلى البطين من الاتريم الأذين إلى البطين هو يسيطر هذا الصمام في هذه الشروفات يسيطر من تدفق الدم من البطين من الأذين العفو إلى البطين الصمام الثاني مترال valve bicuspid ثنائث شروفة مترال اللي هو هذا مترال valve اللي هو bicuspid ثنائث شروفة is found in the left side يقع في الجانب الأيسر of the heart من القلب its greatest left atrium يفصل بين الأذين الأيسر and right ventricle والبطين الأيسر it has only two cuspids يعني شنو يمتلك فقط شرفتين سو لذلك that it is known as mitral valve or bicuspid ما نسميه mitral valve or bicuspid شنو وضيحته it prevents يمنع the back flow of blood يمنع رجوع الدم للخلف أو تدفق الخلف للدم أو تدفق الدم للخلف تدفق أو رجوع الدم للخلف الثالث similar valves الصمامات الهلالية الصمامات الهلالية هذني are two valves وهن نوع أو صمام one of them is found between the left ventricle and outer يعني الأول يقع أو يوجد بين البطين الأيسار هذا البطين الأيسار and outer والشريان الأورطي أو الشريان الأبغر هذا والشريان الأبغر اللي هو يمتد هنا هذا كله شريان الأبغر اللي يسمونه الصمام الأبغري the other is found والآخر يوجد between بين the right ventricle right ventricle البطين الأيمن هذا البطين الأيمن and pulmonary artery والشريان الرئوي اللي هو هذي واللي يدفع الدم للشرين للرئة ويسمى صمام هذا نشي وظيفتين they prevent the back flow of blood يمنع نرجوع الدم المتدفق blood into the right and left ventricles إلى الصمام الصمامين الأيمن والعيسر from from outer من الأبهر and the pulmonary artery والشريان الرئوي طبعا الصمام الأيمن هنا هذا صمام الرئوي القصدي pulmonary valve يمنع لجوع الدم للصمام البطين الأيسر هنا البطين الأيمن وهنا البطين الأيسر هذا الرسم مواضح جدا واضح هذا tricuspid valve بين الأذين هذا الأذين الأيمن right atrium والبطين الأيمن right ventricle هذا الصمام هذا صمام tricuspid وهذا الصمام متر valve أو bicuspid valve اللي بين left atrium ولي ventricle طبعا وظيفة كل معنا it prevents flow blood زين وهي صمام الهلالية seminar valves صمام بين البطين الأيسر وال آورته الشريان الأبهري واللي هو ال آورته valve وصمام بين ال right ventricle البطين الأيمن وال pulmonary artery اللي متجه وين نحو الرئتين نحو الرئتين همك وهذا صمام هاذا صمامات هلالية سليمنا بيد فالفز وهذا تريكوس بيد وال وهذا مترال أو بايكوس بيد فالف نحو نجد الملخصات التعريف ملخصات التعريف والأسئلة عندنا الهارت الهارت كتعريف هو عضو عضري مخروطي موجود بالتجويف الصدر بين الرئتين قليلاً قليلاً نحو اليسار معلومات عن ناتج فراغات أو تجاز إلي هارت بيد كان بيد كان بيد في الرئيس بين الرئيس وال الرئيس يعني تقدر تستشعر نبضة القلب بين الفلع الخامس والساتس ومثل ما شكنا بالرسل من الخارج هارت سرون بي دبل الممبران ممكن يجي فراغ بي كارد أو يجي تعريف بي كارد بي الممبران هو غشاء مزدوج ويج يحيط بالقلب من الخارج يحيط بالقلب من الخارج سؤال ما هي فنكشن الفلويد بين الممبران ويجي وظيفة السائل الموجود بين الغشاءين اللي هن الغشاءين شو نسميهن بيري كارديم بيري كارديم يعني هنا بين قوسين بيري كارديم نقدر نعوض عن هذا بيري كارديم بين الغشاء أي بيري بيري كارديم أنسر هذا يقلل من الهتكاك هذا يقلل من الهتكاك ويوفر عمل سهل للقلب يوفر عمل سهل للقلب قائمهم مجد السؤال اكسب لهم the heart anatomy اشرح تشريح القلب أو وضح تشريح القلب anatomy تشريح the heart consists of two sides يتكون من جانبين right and left الأيسر والأيمن these sides are separated by muscular wall ثم الجانبين راح ينفصلا بواسطة حاجز عضلي أو جدار عضلي نسميه سبتام سبتام حاجز سبتام حاجز and each side is divided into two chambers وكل جانب راح يتكون من ردهتين أتريام and ventricle وذين وبطين so لذلك جانبين كل جانب تكون من ردهتين في الجانبين مجموحا أربع ردهت so that heart is composite of four chambers يتكون القلب من أربع ردهت two atria and two ventricles أذينين وبطينين أذينين وبطين أتريا تعريفة البطينين أو الأذينين are small chambers found النرتات الصغيرة نرتات الصغيرة found وجد at the top of the heart في أعلى القلب and they have thin walls ويمتلكون أو لديها جدران رقيقة يعني ندفع الدم فقط من من الأذين للبطين فقط من الأذين للبطين فيحتاج جدران رقيقة البطينين دينين are bigger chamber ونرتات الأكبر found at the lower part يكن يكون أسفل القلب of heart and and they have thick walls ويمتلكون جدران سميكة ليندفع الدم للرأتين وباقيا جسم يحتاج جدران سميكة بالتقلص والإنبسط بالتقلص والإنبسط هاكو مقارنة ومهمة جدا اللي يكون bear between قارن the atteria and ventricles مثل ما أخذناها بالتعاري هنا الateria small chamber هنا bigger chamber يعني أكبر bigger found at the top of the heart تقع على القلب هنا تقع أسفل القلب found at the lower part of heart وهنا they have thin walls تمتلك جدران رقيقة هنا they have thick walls تمتلك جدران سميك atteria and ventricles are separated from each other by valves يعني الأذينين والبطينين يفصل بين هم صمامات valves they are they are أول صمام راح نأخذ صمام واحد طبعا tricospid valve هو صمام ثلاث الشروفة is found in the right side of the heart it separates right atterium and right ventricle مثل ما وضحنا مساء الرسم يفصل بين right atterium الأذين الأيمن and right ventricle البطين الأيمن it controls it controls the flow of blood from atterium to ventricle وهو يسيطر على تدفق الدم من الأذين إلى البطين what is function of the tricospid valve هذا والله controls the flow of blood from atterium to ventricle give reason the tricospid valve known as tricospid valve يعني ليش يسمى الصمام في هذه الشروفات بثل هذه الشرفات because it has three causes لأنه يحتوي على ثلاث شرفات مثل ما شفنا في الرسم mitral valve كذلك is found in the left side of the heart بجانب الأيسر من القلب it separates left atterium يفصل بين الأذين الأيمن on the right ventricle والأذين والبطين الأيمن it prevents the back flow of blood يمنع رجوع الدم what is function the mitral mitral طبعا mitral يسمى بيكوز بيد أيضا لنهتو على شروف الثين valve it prevents the back flow of blood جبر عال أو عطي سبب the mitral valve is known as bicospet فناء شرفات because it has only two cause يحتوي على أو يمتلك شرفت فقط و semilonar valves الصمامات الهلالية الصمامات الهلالية are two valves هذا صمام one of them one of them is found between the left ventricle and our one يقع بين البطين الايسر والشريان الابهر الابهر اللي سمونا ارتك valve الصمام الابهري the other is found between the right والثاني الاخر يقع بين البطين الايمن and pulmonary cortary والشريان الرئوي واللي يسمونا pulmonary valve ويسمونا الصمام الرئوي where is the aortic valve found وين يقع الصمام الابهري it is found between the left ventricle بين البطين الايسر and ارتك والشريان الابهر where is the pulmonary valve found it is found between the right ventricle and pulmonary artery or pulmonary artery الشريان الرئوي what is the function of the saliminal valves ما هي وظيفة الصمام الهلالي they prevent the back flow into the right and left ventricle طبع صمام الابهري بالنسبة لل right ventricle وصمام الرئوب بالنسبة لل left ventricle from the out and pulmonary artery حسب على التوالي طبعا أيضا هنا heartbeats نبض القلب is the contraction and relaxation of the heart هو تقلص وانبساط القلب the number of heartbeats in healthy person is about 72 beats in a minute in resting يعني النبضات القلب عند الشخص الطبيعي شخص الصحي عنده صحة is about 72 beats 72 نبضة in a minute في الدقيقة in resting في الراحة هو مرتاح طبعا لمن يسوي جهد حتى الانسان الصحيح لما يسوي جهد أو يسوي يمشي أو يلعب ريالة راح يزداد عدد نبضات القلب وهي مو حالة مرضية هنا ينتهي دارسنا لهذا اليوم ان شاء الله نلتقي بكم دارس بلاد بيزولز